مرحبتين لبنات شاء الله كم تكونوا لاباس فيديو لهم رح يكون بناء على طلب متابعة اللي سألتني في التعليقات كيفاش نقدر نحدو نوع بشرتنا هذا الفيديو رح نهضره فيه على أنواع البشرة مواصفات كل نوع نحكو على العوامل اللي من خلالها ممكن نحدو نوع بشرتنا بدقة ونعطيكم في آخر الفيديو اختبارين منزليين أي وحدة فيكم تشوف الفيديو ممكن أن نطبقهم وتعرف بدقة نوع بشرتها الفترة القادمة رح نركز لكم أكثر على الفيديوهات اللي تطلبوها ممكن السؤال اللي وردني بزاف حبيت نوضحه فيها الفيديو رأيي صريح في فرشات فوريفر أو فرشات سيليكون الخاصة بتنظيف البشرة لبنات ما نقدرش نعطيكم رأي عليها مدام ما جربتهاش ممكن الفترة القادمة رح نشيريها من عند صديقتي كلوديا إذا كانت مازالها موفرتها في مدشرها ونعطيكم رأيي صريح لكن حبيت نفيدكم كما نستفت بقناة على اليوتيوب حكيت عليها من أيام شفت لها الفيديو والصراحة كان بزاف هايد نصحكم أنكم تشوفوه رح نخلي لكم في صندوق الوصف صاحبة القناة اسمها سوف بيوتي حكيت على تجربتها بكل دقة على هذا الآن ونشانا نكملوا الفيديو للأخير أهمية تحديد نوع البشرة تحديد نوع بشرتنا حاجة لا يستهام بها البنات أقصد حاجة أنه ممكن بزاف مننا نشر منتجات من الأسواق لما نجربوها في الأخير رحكموا على أنه ما كانش المنتج مليح ما عجبناش لك قدر يكون العيب ما هوش في المنتج بحد داته والعيب كان في أنه ما كانش المنتج مناسب لنوع بشرتنا وبالتالي تحديد نوع بشرتك رح يعطيك فرصة أنه تتبعي روتين المناسب لبشرتك في العناية بها وحتى اختيار المنتجات لتفيد بشرتك ما تكونش ضدها ما نقصدش هنا بارك في المنتجات الكريمات لأساس كما يعتقدوا ببعض المنات كل المنتجات بصفة عامة بما فيها الغصول يومي المقشر المنظف التونر كريمات الترطيب وغيره ومشبرك المنتجات اللي تكون جاهزة في الأسواق حتى الوصفات ممكن تتطبيعية في منتجات أو مواد طبيعية ممكن تنسب بشرتك ممكن ما تنسبهاش أسس تحديد نوع البشرة يعتمد في تحديد نوع البشرة على ثلاث أسس أولاً كمية المسام وتواجده على البشرة ثانياً مكان توزيع المسام على البشرة ثالثاً الإفرازات التونية وتواجدها على البشرة لماذا لم تصنف نوع البشرة الحساسة ضمن باقي أنواع البشرة الأربعة؟ وللإجابة على هذا السؤال بنات علينا أن الميز ما بين نوع البشرة وحالة البشرة الخبراء كانوا قالونا كيف فرق ما بين نوع البشرة وحالة البشرة؟ نفهم الفكرة مع بعض بشكل أبسط نوع البشرة هي الأنواع الأربعة اللي كنا تعرفنا عليها مقبل بشرة جافة، بشرة عادية، بشرة دهنية أو بشرة مختلطة كل واحد فينا ولد بنوع معين من البشرة ممكن تحكم فيه الظروف الوراثية ولا الجينات وغيره أما حالة البشرة هي التغيرات اللي تطرع على بشرتك اللي ولدت بها ممكن هالتغيرات تحكم فيها عوامل بيئية ممكن مناخ المنطقة البئية ليك يعيش فيها ممكن حتى العوامل نفسية أبسط شي ضغوطات الدراسة ضغوطات العمل وغيره حتى النظام الغذائي ممكن يغير لك حالة بشرتك ممكن تناول غذاء الصحي أو شرب الماء بما يحتاجه جسمك ممكن حتى تغيرات في العمر وحتى تداخل أدوية أن تكون بشرتك حساسة هي حالة تصيب البشرة ممكن تكون مصاحبا للنوع البشرة معين قادر تكون بشرة جفة وتكون حساسة قادر تكون دهنية وتكون حساسة كيفاش نقدر نحدد نوع بشرتي هذه بنات كل واحدة فينا تقدر تحدد نوع بشرتها وهي في منسلها وبأفسط الإمكانيات وحتى ممكن أن تشاهد في هالفيديو اللي تحتاجيها مرايعة تحكمي مرآة تحطيها أمامك وتجنسي في مكان يكون فيه إضاءة قوية من أحسن تكون إضاءة الشمس في وضح النهر أو ممكن إضاءة إصطناعية تكون قوية من خلال كل مواصفات اللي نذكرها لكل نوع للبشرة أكثر مواصفات لتوفر في بشرتك رح تعرف نوع بشرتك البشرة الجافة ومواصفتها أولا تكون شاحبة وفاقدة للنظرة ثانيا المسام قليل جدا وغير واضح بالعين ثالثا لا يوجد لها أي إفرازة دهنية أو لمعة رابعا تكون خشنة الملمس وبها قشور خامسا بالعادة تكون مجدودة سادسا تصاحبها حكة وتحسس واحمرار في بعض الأحيان سابعا البشرة الجافة أكثر عرضة للتجاعد المبكرة وتظهر أكبر من عمرها ثانيا البشرة العادية وتعتبر من أحسن أنواع البشرة من بين مواصفاتها أولا أن مظهرها العام جيد حيث لا تشكو من أي مشاكل للبشرة مثل الحبوب ورؤوس سوداء وغيره ثانيا المسام قليل جدا وغير واضح بالعين ثالثا الإفرازات دهنية معتدلة يعني لا زائدة ولا منعدمة رابعا بشرة نظرة وصافية خامسا لا تعتبر لا جفة ولا دهنية البشرة الدهنية أكثر أنواع البشرة صعوبة من حيث العناية بها لأن تصاحبها مشاكل عديدة الميزة اللي بها أن يظهر صاحبها أصغر من عمره لأن تظهر بها تجعيد متأخرة مقارنة بالعمر ومقارنة بباقي أنواع البشرة مواصفاتها أولا مسام واضح بالعين وواسع وكثير ثانيا يتوزع المسام على كامل وجه حيث يغطي الجبين والخدود والثقن وكل مساحة الوجه ثالثا لإفرازات الدهنية كثيرة جدا رابعا بها اللمعة مزعجة لصاحبها خامسا مصاحبة لمشاكل عديدة مثل البثور والإحمرار رؤوس السوداء والبيضاء وغيره سادسا تكون بالغالب ملتهبة ويكون بها إحمرار وحساسية أحيانا النوع الرابع هو البشرة المختلطة من خلال اسمها تعتبر مزيج ما بين حدة أنواع للبشرة المؤكد أن منطقة التيزون مثل ما هو موضح على العارضة الجبين والأنف والذقن تكون دائما دهنية بشكل كبير أما باقي الوجه يكون إما دهني أو جاف عن مواصفاتها المواصفات تكون أول شي مساماتها متوسطة وتوزيعها يكون في الغالب على منطقة التيزون حتى اللمعة تكون متركزة أكثر شي على منطقة التيزون يعني الجبين الأنف والذقن تكون بها حبوب متفرقة لكن متوسطة تكثر أكثر شي في الجبين والذقن أما الاختبار الثاني يقدر يكون زيادة على الاختبار الأول بعد غسل وجهك جيدا جيبي ومحارم ورقية أو ورق الكلينيكس ثم تعودعي على وجهك وتضغطي براحة يديك أو بكفيك بلطف بعد مدة راح تلاحظي ذلك المنديل إذا كانت تركيز الزيوت فقط على منطقة تيزون يعني بشرتك مختلطة إذا كانت الزيوت منتشر على كامل وجهه بشكل ملاحظ ممكن تكون بشرتك دهنية أما إذا كانت قليلة جدا إما أنه تكون جافة أو تكون عادية هذا هو الاختبار البسيط زيادة على المواصفات الأولى يعني ممكن أكثر مواصفات تتوفر في بشرتك من المواصفات التي ذكرتها لكل نوع راح تحدد لك نوع بشرتك والهنا البنات نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو نتمنى أنه فاتكم وحاولت أنه نبسط لكم الفكرة لكل مبتدئات ومن خلاله ممكن نعرفه كيفاش نتعامل مع بشرتنا ونحل مشاكلها وحتى نعنجها في أمان الله وحبه ومع السلامة